شهر مر على افتتاح محطة القطار بمطار هواربو مديان التي تفصلها مئات الأمطار عن المطار الدولي الجديد وحتى نقف على ما تم تحقيقه خلال الثلاثين يوماً التي صادفت حلول شهر رمضان الكريم استقلين القطار السريع من محطة آغا للسكاك الحديدية نحو المحطة الجديدة عدد الرحالة المبرمجة يومياً هي 34 رحلة تنطلق من الخامسة صباحاً من محطة آغا وصولاً على الساعة الخامسة وعشر دقيقة الانطلاق بعد عشر دقائق إلى غاية العاشرة ليلة إذن منذ انطلاق أول رحلة يوم 29 أفريل 2019 إلى غاية اليوم أي بعد مرور 25 يوم سجلنا 8150 مسافر إذن هذا نظراً لحداثة الخط ممكن الناس مازالين ما عندهم مش علم بوجود القطار هذا ما إن وطئت أقدامنا المدخل حتى لاحظنا تغيير بوابتها الرئيسية مع ديكور وتنظيم جيد تمكنت من خلاله الشركة الوطنية للسكاك الحديدية من امتصاص امتغاض المسافرين من الخدمات التي كانت تقدم في السابق رغم أن هذا اللوح المعلن لمواقيت رحلات القطارات لم يدخل حيز الخدمة منذ يوم افتتاح المحطة في 29 أفريل الماضي إلا أن هذا لا ينقص من مسايرة محطة آغا بشكلها الجديد تطلعات المسافرين اشترينا تذاكرة الرحلة من الكشك المخصص لرحلات خط آغا مطار هوارب مدين الدولي بـ 80 دينار جزائري فقط للتذكرة ثم خرجنا من الأكشاك وتوجهنا إلى الرصيف في انتظار قدوم القطار السريع المميز باللون الأبيض الأخضر والأحمر الذي سيقودنا على مسافة 18 كيلومتر إلى التحفة الهندسية التي قال عنها المشرفون أنها ستبهر المسافرين المحليين والأجانب الساعة تشير إلى الثالثة إلا رابع المسافرون المتوجهون إلى محطة المطار بوية السفر أو الالتحاق بمناصب عملهم على مستواه صعدوا إلى القطار الذي بقي في المحطة لمدة عشر دقائق قبل أن يقلع العربات مكيفة ومجهزة حتى أنك لن تحس بالعشرين دقيقة التي قضيتها من أجل الوصول إلى نهاية الخط بعد دخولك في نفق يمتد على مسافة 6 كيلومترات من محطة باب الزوار بعيدا عن الازدحام أو تحمل أعباء التسعيرة الغالية الثمن التي كان سائق سيارات الأجرة يتهفت هنا على إثقال كاهن المسافرين بها جزافا ظلت هذا القطار لأنه يخفف الازدحام من جهة ومن جهة أخرى أيضا يكسب الوقت كثير جدا خاصة أنه المساء سريع وفي نفس الوقت كما قلت نصله بسرعة وبدون ازدحام حق بصراحة إنجاز عظيم يعني إنجاز مليح نشوفه مليح من الأيروبور الجديدة ونقول لك واحد العشرة أو الخمسطاش كلوندستان هيا الحاجة هيا الحاجة واحد يقول لك مئة وخمسين واحد يقول لك نانتشيك واحد يقول لك مئتين واحد يقول لك تلتمية أهو أشهد الماريكان هذي حاوسوا على التوريست يجيهم واحد لهنا يضربوه مئة وخمسين ومئتين آنف صباح كان يلغاشي الحمدو لله خل مبكري بكري كان يروحوا في تاكسي كلوندستان يدوك الحمدو لله كان ينترام باب الزوار كانت محطة مبرمجة في المخطط الابتدائي للرحلات لكنه حاليا ينطلق دون توقف في أي محطة قبل أن تستبدل بعد ذلك بمحطة الحراش التي دخلت حيز الخدمة يوم الاثنين السابع والعشرين ماي على الساعة الخامسة صباحا نزولا عند طلب المسافرين خاصة وأنها معبر للقطارات الولائية مايش ترانسبر زمان دوك الايروبورت يرعى في سبل الاحب فيعطة راح في سيركيلات يقول الله وليم عندنا شيء يروح 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 في ترام عندك يدير 20 ساعة وعندك كل ساعة زمان بساعة دي ماري وملايروبورت لحنا يجيب بالنص كيف حماش اللعي نص ساعة أنا جئت بالحاسم سعود اليوم أني رايح صلى برمجة فأنا ركوب في التراب حبيت أنسيها دجا دبار أو بلس بوري فيتي بكو بلس لا روتين ستعرفوا كيفاش طريق أرشي كيفاش نسيركيلاشن تعرفوا كيفاش بخدوم دائما انت في طريق سيركيلاشن تجير مارجين عيام تزيد تعيي في طريق هذي ونجد مدابيا ندخل بكري للدار من خلال الناطق الآلي أدركنا أننا وصلنا إلى المحطة المرجوة أضواء ومقاعد فخمة للانتظار أو الراحة مع وجود جداريات رسم مختلفة للحيوانات أو الأزياء التقليدية أبهرت حتى هؤلاء الأطفال لتجنيب المسافرين مشقة الصعود بالسلالم العادية محطة مطار هواري بومديان تتوفر على مصعد وسلالم كهربائية ما إن تستعملها حتى تجد نفسك مستمتعا بجمالية تصميم والبهوة الذي تتوسطه هذه اللوحة التي استحوذت على إعجاب الكثير من المسافرين أنا في المحطة تسعي هواري بومديان فرنشاً جنتي تريد تريد كنتون لأن الديزاي من نوع رفع ومخدمة يعني بيان 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 ولمسافر هنا يرتاح هذا هو المسؤول عن إعطاء إشارة الذهاب والإياب للقطار السريع داخل المحطة فقط باستعماله الهاتف النقال والراية مرتدياً زياً خاصاً به المحطة العصرية التي تتوسط المطار أعلن عن بدء العمل على مشروعها سنة 2012 استغرقت سنوات اعتبرت طويلة شيدت بنسبة 100% بالخبرات والسواعد الوطنية دون الاستعانة بأي تشاركية أجنبية تتوفر أيضاً على لوحة رقمية ذكية مرشدة لتسهيل التنقل على المسافرين من المحطة إلى شبكات وسائل النقل العمومي المختلفة انتقلنا إلى الطابق الأرضي المتضمن مكتب الاستقبال والتوجيه وكذا شبابيك ومركز للشرطة يقابله المطار الداخلي هوارب مدياً غير بعيد ليكون الطابق الأول مخصصاً للخدمات التجارية المحطة الجديدة ذات الأبواب الثلاثة أظهرت فضول العديد من المسافرين على غرار هؤلاء المعتمرين الذين أرادوا استغلال وقت انتظار رحلتهم الجوية في استكشافها وزيارتها الحمد لله كان لدينا محطة هكذا نسيتنا في الهيامات هذوك لي كنا نجرب تكشياته باش نحن نحقه مع الفونتو عنه كل شيء ندرك هكذا الحمد لله الحمد لله في الزائر عندنا ترهن جديد يسهل الأمور لكل المسافرين وينحي الضغط على السيارات والتعب ما شاء الله ونتمنعه أكثر وكثر إن شاء الله ثلاثة آلاف مسافر يومياً هو ما تطمح مؤسسة السكك الحديدية إلى الوصول إليها بعد شهر رمضان الكريم خاصة مع تزامن الفترة وانطلاق موسم الاستياف وتزايد عدد الرحالات الداخلية والخارجية على مستوى المطار التي سيكون للعروض التحفيزية على مستوى المحطة دور في تفعيلها وفيما يخص الاشتراكات الشركة وضعت للمسافرين اشتراكات شهرية ثلاثية سوداسية وسنوية إدرسي ديزابر مونسويال، تريمسريال، سيومسريال، إعانيال بالنسبة الاشتراكات الشهرية ثلاثية والسوداسية التخفيز محدد بـ 40% بالنسبة الاشتراكات السنوية التخفيز 50% تشجيع المسافرين بها يتقدموا ويعملوا اشتراكات سلامة المسافر وأمنه داخل المحطة الموجودة على عمق 30 متر هي الأخرى أخذت بعين الاعتبار داخل هذه المحطة العصرية الأمن داخل المحطة القطار إذا تلاحظو كين أكثر من 100 كاميرا في المحطة أكثر من 100 كاميرا مراقبة وعندنا اللوكال تيكنيك اللوكال تيكنيك فيه عمال عمال الأمن يصهروا على كل صغيرة وكبيرة 24 ساعة لـ 24 ساعة إذن اللوكال إكسبرواتي ان 24 أرسي ان سيكل تواويت فيما يخص في حالة ما إذا قدر الله كان حريق أو شيء من هذا القبيل عندنا جهاز جدو متطور جدو متطور دو تيتكسيون دو ديزون فوماج يعني أنه هادك الدخان هادك تاع النار راح في ثلث ثواني راح نقضيو عليه صدير نغاو بصوربي نغاو بصوربي توتلى فومي باش نمكنوا ريتجال المطافة يدخلوا ويعملوا في راحتهم إذن لسيستم دو ديزون فوماج نقدر نشوفوه فيما بعد نقدر نشوفوه الفونكسون المنتعوه متطور لدارة كبيرة يعني المواطن المسافر الوقت اللي يدخل للمحطة راح فيه أمان راح فيه أمان تم فيه أمان تم إذن كما تشوفوه هنا خلف طرواز أكسيلاراتور في المحطة وعندنا ثلاثة واحدة أخرين في النافق في التيونال هادو جاي نون بارالال اللي راح في التيونال جاي نون سيري واحد بعد واحد إذن في ثلث ثواني هاد المحركات هذي تمد الدخان تمد المحركات اللي راحي في النافق وتبعتها حتى بعد النافق هذلك المواطنين يكونوا في أريحية في أمن وأمان محطة قطار مطار هوارب مديان التي استغرقت سنوات ست من الإنجاز بالمواصفات والتجهيزات العصرية الحالية لسلامة وراحة المسافرين الذين يتعين عليهم الحفاظ عليها من أجل استحداث مشاريع أخرى تساهم في تقليل الازدحام المروري الخانق الذي تعرفه العاصمة